يمكن حديث الرئيس الأوكراني مستمر زي ما هو وبنفس اللهجة لأنه منذ قليل أعلن أن العالم يشاهد ما يحدث في أوكرانيا ويتابع من بعيد أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت أن طموحات الرئيس الروسي أكبر من أوكرانيا وقالت كمان أن فيه تواصل مع الكونجرس لتقديم ما يحتاجه الأوكرانيين لمواجهة الأزمة وتم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني ولما تسألت عن إمكانية الدعم العسكري قالت أن الرئيس بايدن لا يفكر بإرسال قوات إلى أوكرانيا